الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وبعد شهر الخير شهر البركة شهر الفضل شهر الكرم من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر رمضان شهر الخيرات وشهر الكرامات والإكرام ولذلكم كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس ولكن إذا جاء رمضان زاد في الجود وزاد في الكرم وزاد في الفضل ولذلكم جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يا الله أجود بالخير من الريح المرسلة نعم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الطبيعي جواد هو في الطبيعي كريم هو في الطبيعي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هو في الطبيعي ينسى نفسه ويعطي غيره لما جاءت غنائم البحرين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت في المسجد وجاءت ليلا فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خرج من بيت عائشة مباشرة على محرابه وصل بالناس ولم ينظر إلى الغنائم ولما انتخذ من صلاته قام ووزع الغنائم كلها حتى لم يبقي منها شيئا ما فيش حاجة بقت خالص فلما عاد رسول الله إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له يا رسول الله هل لا أبقيت لنا شيئا انت فضلت لنا حاجة يا رسول الله خلت لنا حاجة قال لها يا عائشة هل لا ذكرتيني هل لا ذكرتيني يا عائشة كنت أوليلي أو فكريني وانا بوزع عشان أخلي حاجة ولكن هو كريم صلى الله وسلم عليه لما ذب حشاتا وأمر الصحابة أن يوزعوها ثم قال للسيدة عائشة يا عائشة ما بقي منها؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي كتفها قال لها لا يا عائشة ولكن قولي بقيت كلها وذهب كتفها كل اللي احنا تبرعنا به أو تصدقنا به هو باق عند الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا والملايكة بتسجل اللي انت عملته والأجر عند ربنا يوم القيامة عظيم أما ما أكلناه نحن فهذا ما استفدنا به ولكن أبشر إن أخرجت باليمين فاعلم بأن الله جل وعلا يعطيك بيمينه وكلت يداه يمين سبحانه وتعالى كن من أجود الناس لأنك إن كنت من الذين يجودون بأموالهم وبأوقاتهم وبعواطفهم تجاه غيرهم فأبشر فإن الله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي من أربع كلمات يا ابن آدم أنفق أنفق عليك عايز ربنا يدي لك ادي اللي محتاج عايز ربنا يغنيك أغني غيرك عن السؤال عايز ربنا يوسع عليك كن كن ممن يجودون بأموالهم كن ممن يجودون بأموالهم لأجل الله سبحانه وتعالى فيجود الله جل وعلا عليك بماله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أبشر وأقبل على الله جل وعلا وأخرج من مالك ولو قليل ولو قليل طب أطلع أديه عشرة عشرين مية متين تلتمية ألف طلع اللي تقدر عليه لأن إحنا في شهر الخير من فطر فيه صائما كان عدقا لرقابته من النار من فطر فيه صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء طلع من مالك الذي أعطاك الله جل وعلا إياه واستأمنك عليه وأنفق وأنفق أنفق ينفق الله جل وعلا عليك افتح لنفسك طائط نور وكن ممن ينفقون أموالهم حتى يجود الله جل وعلا عليك ترجمة نانسي قنقر